الموضوع اللي راح تتبث عنه موضوع يهم البصرة موضوع يهم الجميع موضوع عن تكون البصرة أجمل وأفضل وأكمل باعتبارها من أهم مدنرة الموضوع كان يقرقني أنا شخصياً كفر ويقرق الكثيرين أمثالي اللي سعوا من أجل جلب اختصاص دقيق لهذه المدينة بداية اختاريت هذا المنوال تمييزنا هو ما هي وجولنا يعني إلى حد ما أنا رجل وجودي لا يزعر من الآخرين وأعتقد أن الإنسان هو اللي يصنع وجوده وهو اللي يغير نفسه يولد خاماً ويتحول إلى إنسان المفاتيح طبعاً أنا راتحدث حديث نظري بالبداية بس أعتقد أن كل إنسان دينه المفاتيح إليه باعتباره مشروع إبداعي كل إنسان هو مشروع إبداعي كل إنسان كل كائن حياً لما يولد هو مشروع مقترع أن يكون مبدئ ومفاتيحها هي هذه المفاتيح واللي راح أتحدث عنها من خلال ما أتحدث عن تجربة الشخصية تجربة بسيطة ومتواضعة ومن نافلة القول أن أتحدث عنها في ظل وجود العظام الثمانية العظماء الثمانية الذين سبطوني أنا برأيهم أعظم مني تجربة بسيطة ومفاتي ومفاتيحها هي تجربة بسيطة ومفاتي كل إنسان بينه يتمنى أو يطمح أن يكون مميزاً حتى يكون واضحاً كمشروع إبداعي مستقبلي أمام الآخر من هذه الرغبة في التفرد من طبقة فكرتي أو من طبقة رؤيتي الشخصية لنفسي أنا كنت بالأصل طبيب باطنية ما مررت بكثير من المراحل اللي مروا به زملائي كنت من المتفوقين في كلية الطب خلصت الإيطام الدورية ومباشرة قبلت في التخصص في الطب الباطني لم أمر بجيش أو تدرج أو كما يسميه البعض تدهرج باعتباره يبعد الإنسان عن هدف الأساسي وحصلت على شهارة الاختصاص في الطب الباطني في سن صغير نسبياً مقارنة بزملائي عمر 30 سنة حصلت على مكان مريح جداً في أكبر مستشفى من المستشفيات المدينة وهو المستشفى التعليمي وردها وعيادها في قلب البصر لكن برؤيتي الشخصية لمدينتي والاحتياج مدينتي وجد أن هناك خطوة أبعد خطوة تحتاجها المدينة ولم تكن قد سمعت بها قبل عشر سنوات التي هي خطوة الإختصاص الدقيق في أمراض الجهاز الهضمي والكلد وصممت على أن أتفرد في ذلك أن أتميز في ذلك وأن أكون أول بصري ينال هذه الشهادة ويأتي بها قادماً من عاصمة العراق الحبيبة برداد ويأتي بها قادماً كان دائماً هذا القول يأثر به المهارة أن تصيبه هدثاً لا يمكن لأحد أن يصيبه لكن العبقرية فهي أن تصيبه هدثاً لا يمكن لأحد أن يراه ماذا نقول؟ دائماً معي لذلك اختررت الأسافر مثل ما يقولون للمتشوالات وأطلع إلى بغداد قدمت على بورد الإختصاص الدقيق في أمراض الجهاز الهضم والكبد تركت وراي أب وأم وحبين وعائلة زوجة وأطفال ثلاثة وتوجهت إلى بغداد هل تكفي الرغبة في التفرد؟ قطعاً لا تحتاج بعدها إلى التصميم والإنهاد كل إنسان منه إذا لم يكن مصمماً على ما نوى عليه لن يحقق ما يريده أو يصب إليه واجهت في الثلاث سنوات التي قضيتها في بغداد أصعب الظروف وأقصر الظروف التي يمكن لشخص أن يواجهه بدون أن أزوجكم بدون أن أتحدث كان أهم حدث في حياتي في تلك الفترة أن أعز الإنسان على قلبي أصيبت بمرض عضار وذات المرض الذي أصيب به شاعرنا البصري بدرجة ترسية كانت بصرية بامتياز حتى في مرض وفاتها والدتي كنت أعاني وهي مريضة في نفس فترة الدراسة في نفس فترة التعامل مع المرضى وعاني من كونها مريضة وأنا طبيب وأعجز عن علاجها كنت أنتقل ما بين بغداد وبيعوت إلى العنانة المركزة حيث كانت ترقض وكنت أجلس متأملا ضعفي أمام مرضها ولكن ذلك الحدث لم يمنعني شخصاً من أن أواصل أهدفي توفيت والدتي وأنا عاجز وصممت على أن أكمل ما بدأت رغم هذا الشيء رغم هذا الحدث الجلل في نظري شخصياً وأعتقد أن يكون جلل في نظر كل إنسان بعد ثلاثة أشهر وقع أخي الصغير وابني الحبيب فريستاً للإرهاب سقط على يد غربان العصر وهو طالب لم يفقق بعد من الحياة شيء في المسلم ومع ذلك ورغم ذلك ورغم الأسل الذي كنت أشعر به وصلت وصلت دراستي وتذكرت قولاً لشخص أحترمه كثيراً لأنه وقفه في وجه أعطى أعطى طغاة عصره في ذلك الوقت في وجه هيدلر رغم أننا قد لا نحب المستعمر أو لا نحب تشيرشيل لكن تشيرشيل كان يقول أنه يتحق من أجل إلى أجل إلى أجل من أجل إلى أجل من بغداد من العراق البورد العراقي وحصلت أيضاً في ذلك الوقت على شهادة من الكليات الملكية الثلاث أديمرا، غلاسجو، لندن، في المملكة المتحدة وكنت بذلك أول عراقيين يحصل على شهادة الاختصاص الدقيق في تحقيق ماذا يحتاج الإنسان بعد أن يحقق الهدف الأول؟ الخطوة الثانية في حياته بعد أن قرر التفرد ومن ثم حقق ما يصبوله كان يحتاج وهو يرجع إلى مدينة رؤية دقيقة هذه المدينة بصرة جميلة نهاراً وليلا هذه البصرة التي أحببتها أكثر من أي فرد آخر في أسرتي لأنها أسرتي كبيرة كانت تمر بثلاث مشاكل رئيسي المشكلة الأولى أنها كانت تعاني من مخلفات الحروب وأهم هذه المخلفات التهاب الكبد الفيروسي التهاب الكبد الفيروسي بالنمطين كان التهاب الشائع لدينا بسبب جرح الحرب وبسبب ضحايا الحرب وبسبب إعطاء الدم ونقل الدم في الحملة التي سميت وطنية في ذلك الوقت ونقل إلينا المرض من الأخوة من دولة أخرى عندما كانوا يتبرعون لنا بالدم قبل أن يعرف المرض عالمي فكنا بالذات كمدينة نعاني من التهاب الكبد الفيروسي سي أكثر من مدن العراق الأخرى والتهاب الكبد الفيروسي سي كلكم مرعوب منه وكلنا نعتبعه طعمنا أسر بمجرد ما تسمع بمجرد ما تعرف أن واحد مصاب بالتهاب الكبد الفيروسي سلام ما تسلمني تخيل معاناته أنا في يوم لأني عن أحد الأشخاص أخبرني عن قصته طبعاً سوف نوضح نقول هل تخطأ هذا المفهوم الشائع عن هذا المرض؟ بمجرد ما تقول أنت من حقك تتقلوا يا عائلتك تشربوا يعمل نفس القلاس وتسلم عليهم وتعيش وبالمناسبة المرض سي لا ينتقل بين الزوج والزوجة كما هو شائع بين الجميع قال لي دكتور اسمح لي أبو سربوك لأن أنا سنتين أهلي خاليني بغرفة وحدة وطلعون فراشي للشمس وطلعون فراشي للشمس واحد من أولائي ما بايسه طوال سنتين طبعاً هذا أحد أمراضنا بالبصور المرض الثاني الذي كنا نعاني من عنده المشكلة الثانية التي نعاني من عنده مشكلة أن المريض المصاب بأي حصر في القناة الصفراء كان يحتاج أن يقطع خمسمائة كيلومتر وخمسمائة توسل من أجل أن يحصل على قسطرة القنوات الصفراء في مرداد كنا نحن ونحن طلبة نتوسل لأن المريض يأتي بدون إحالة من أجل أن تجرأ له عملية القسطرة يدى أخر أسبوع وأسبوع هذه الثانية الحمد الثالث كان لدينا الكثير من الشباب الذين يعانون من نزف في الجهاز الأرضي ولا يوجد ناظور طارئ لهم ليلاً وكم من شاب قضى لأنه لم يتمكن من الوصول إلى طبيب مختص بالتنظير الاحترافي لإيقاف نزيفه هذه الأشياء هي اللي كانت تحدوني وأنا أعمل مع الزمينة صديقي ورثيق حجرتي الدكتور حميد لفتا اللي هو موجود هنا واللي أحب أوجيه لتحية لأن الشريك يكون معظمات ولذلك أنا أحب هذا القول الأول الأول أفضل من أن يكون مدينة هو أن يكون مدينة ولكن لا يكون مدينة هلين كيلر هلين كيلر لما يعرفها كاتبه ولكنها صمى عميانة كانت روم الفريق هي التي تحدونا كنا أنا وزميني حميد نعمل سوية حتى كان اليوم الموعود كيوم إطلاق مركوك فضائي يوم أجرينا أول عملية أسطرة للقنوات الصفراوية لوحدنا دون كاذر تمليضي ودون مساعدة من أحد فقط نحن كنت أنا خلف الناظر وخلف العمل وكان يقوم بدور الممرض تواضعاً منه ومساعدة لي زميل العزيز دكتور حميد تينوارك يجعل عميانة يعمل تخطيط السليم هذا اللي أريد أن أتحدث عنه في مخصوص مرض الكابل الفيروسي قمنا بأول قاعدة بيانات إلكترونية في العراق بأكمله ووضعنا أسلوباً علاجياً جديداً بعد أن وضعناه بأشهر اعتمدت وزارة الصحة العراقية في كتاب رسمي ووجهته إلى كل المراكز بضمنها العاصمة التي تدربنا فيها وصار قاعدة للعمل وصار قاعدة للعمل وصار قاعدة للعمل على أساسه تم شفاء كثير من المرض خططنا قاعدة البيانات ووصلنا إلى نتيجة مبهرة بالنسبة لنا لأول مرة لدينا إحصائية دقيقة عن المرضى ولدينا مئة وأربعين مريض مشافى ومعافى تماماً من المرضى كالبقاء خططنا جيداً ووصلنا إلى نتيجة بأنهم بعد أن كانت هناك خمسمائة توسل من أجل إجراء قسطرة لمريض وخمسمائة كيلومتر يقطعها المريض إلى خمسمائة مريض خلال سنتين تم إجراء قسطرة القنوات الصفراوية لهم هنا في البصرة وكاذا 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 المرضى للغاية هو أن تتكلم على جميع الناس ليس على التقنية الأول لكن على التقنية الأول سوكراً المصاعب التي تواجهك عندما تواجهك مشكلة واحدة من المصاعب التي تواجهك أنك يجب أن تكون فنان في الإصغاء إلى المشكلة وكل مريض كنا نتعامل معه كنا نتعامل معه بكل حواس كنا نستمع له ونستمع ونستمع لأن المريض يحتاج إلى شيئين يحتاج أولاً إلى طبيب يصف له أداء فيصف الطبيب له دواء ويحتاج أيضاً إلى حذن دافئ وأذن مصغية تستمع إلى شكوى كانت هذه طريقة كنا ننب المشكلة من كل جوانبها فكنا نواجه كما نواجه النزف هذا النزف كان لمريض شاء وصل إلى درجة قريبة من الوفاة بمجرد المامنا بهذه الصعوبة في تلك اللحظات وفي غضون دقائق فقط كما يظهر تسجيل سبع دقائق فقط تحول هذا النزيف البشع إلى هذه النتيجة المبهرة ووقفت نتيجة وأحسست في تلك اللحظة بأن أمي عادة للحيط فعلاً لك نتقلنا إلى مرحلة أخرى لم نكتفي بأن ننجزة 500 عمليات وإنما قمنا بإنجاز متميز هي الحقوة الأخيرة إلى حد هذه اللحظة وإذا كتبت لنا الحياة سيكون بعضها أكثر قمنا بإجراء تقنية نادلة تقنية من التقنيات المعدودة في قسطرة القنوات الصفراوية أنا مريد أدخل بصوب المهنة وأحشي تفاصيل تزعجكم أو يعني شكل لكن هذه التقنية تقنية خاصة بس أقدر أقول عن شيء واحد أنها أول مرة تجرى في العراق وتجرى لإهتساب حالات لم تجرى من قبل لا من قبل أساتذتي ولا من قبل زملائي وأجريتها أنا وقدمتها كبحث في المؤتمر الأخير للجهاز الهضمي المؤتمر الثامن في بغداد بحضور شخصيات من مختلف دول العالم وكانت وكانت هذه الورقة أو هذه الورقة من الورقات أو الوريقات المعدودة في العالم في إجراء هذه التقنية وهي قسطرة القناة الصفراوية عبر خرق الجهاز عبر خرق الجدار المينكرينز وكانت تقنية نادرة أتشرف بأنني أنا البصري العراقي أول من أجراها في العراق ومن المعدودين في العالم هذه قد يكون مزعج بالنهاية هذا جهاز من عملنا هذه اللحظة الرسالة اللي أبدأ وصلها كل أموال العالم كل الجهاز العالم كل ما تعتقد أنك تملكه لا يساوي هذه اللحظة التي تستخرج بها القيح من كبد مريض لجائها لك نهاية نهاية أنا أحب الشترج و生活 هي كثيرًا نهاية نهاية النهاية نهاية اشتركوا في القناة